متعالى معايا بقى كده في حياة سيدنا أبو بكر الصديق سيد الأسوياء وأول الأسوياء حكي لك مجموعة مواقف تشوف الشخصية المتزنة السوية وأنا عايز أقول لك حاجة عايزك دايماً تسامحني لو قلت كلام بمدح فيه الصحابة بكلام أقل من مقامهم أنا ساعات مش بلاقي مفردات لغوية بسيطة سهلة كده في الكلام تتناسب مع عظم مقام هؤلاء الناس ففعلاً هم أعلى بكتير من أي كلمة مدح ممكن تخرج بس تأذنك بس عشان لما تلاقيني بقول إيه تقول كانوا أسوياء دا حاجة جميلة كانوا رجالة قوي الكلام أقل من مقامهم بكتير سيدنا أبو بكر الصديق في يوم من الأيام تخانق مع سيدنا عمر وبعدين راح يتأسف لسيدنا عمر والحديث ده في البخاري المسلم فسيدنا عمر رفض كأنه كده إيه لا ما قابلش الاعتذار زعلان زعلان من سيدنا أبو بكر فراح سيدنا أبو بكر الصديق يبكي لرسول الله يقوله إن أنا حصل بيني وما بين سيدنا عمر خلاف وجيت أعتذر فعمر لسه زعلان مني فراح يقول للنبي خلي عمر يرضى فسيدنا محمد هو أبو بكر بيحكي كده في دخلة سيدنا عمر فأول ما سيدنا محمد شاف سيدنا عمر كده طمع رواجه الدايق حد الشي يعمل كده مع أبو بكر الصديق فلما سيدنا أبو بكر شاف سيدنا محمد متدايق من سيدنا عمر قال يا رسول الله والله كنت أنا الأظلم والله كنت أنا الأظلم فقال صلى الله عليه وسلم لقد بعثني الله بالحق فقلتم كذبت وقال أبو بكر الصديق صدق وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركون لي صاحبي حضرتك بتكلم مين يا سيدنا محمد بيكلم سيدنا عمر في ست سنين فرق ما بين إسلام سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر على بعض الرواية إن سيدنا عمر أسلم سنة ستة فسيدنا محمد بيقول سيدنا عمر كله إلا عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق عد علي سنين يا عمر أنا كنت بقول لكم أنا رسول الله أنت تقولوا كذبت وهو يقول أنت صادق يا سيدنا محمد وواساني بنفسه ومالي سيبوا أبو بكر فهل أنتم تاركوا لي صاحبي سبحان الله لما ربنا يحب يقول لسيدنا أبو بكر ما آمه يقوله له عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام عشان يطمنه سعيك مشكور يا أبو بكر الصديق أنت مش زي أي حد وتعالوا نكمل كده مجموعة قصص تبين لك نفسية وشخصية سيدنا أبو بكر السوية سيدنا عمر بيقول لما تأيمت حفصة يعني ترملت جزها مات لما تأيمت حفصة بنته من خنيسة بن حذافة السهمي وكان صحابيا شهد بدرا مات فسيدنا عمر كعادة العرب راح يخطب لبنته فرح لسيدنا عثمان قال هل لك في أن تتزوج حفصة فقال دعني أفكر وبعدين رجع قال له قد بدى لي ألا أتزوج هذا اليوم معناها يعني بالبسيط يعني أنا مش أفكر في الجواز للوقت ثم ذهب سيدنا عمر بن الخطاب لأبو بكر هل لك في أن تتزوج من حفصة قال فلم يرجع إلي بشيء صمت كده وما ردش علي وما قال ليش آه ولا لأ ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتوه إياها جوزتها للنبي عليه الصلاة والسلام ثم جاء أبو بكر يقول يا عمر أعلم أنك قد وجدت علي أني لم أرجع إليك أنا ما ردتش عليك في موضوع جوازي من حفصة ده وما منعني من ذلك إلا أني سامعت رسول الله يذكرها يعني قال مثلا كيف فعلت حفصة هل انتهت عدة حفصة والنبي لو سأل يبقى السؤال ده ينبني عليه عمل وخطوة وما كنتو لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد مع النبي في قعدة كده أخبار حفصة إيه ما رحش أقول لك على فكرة استنى أنت بتقول لي اتجوزها استنى أنا سمعت النبي وإحنا عادينا مبارح بيقول أخبار حفصة إيه مش يمكن يتجوزها لا ده ده احنا نعمل كده سيدنا أبو بكر الصديق إحنا قاعدين في قعدة ما طلعش الكلمة برة أبدا رضي الله عن أبي بكر الصديق سيد الأسوياء عشان كده ما تستغربش إن مرة يكون سيدنا محمد قاعد مع أبو بكر الصديق فيقول يا أبا بكر أنت صاحبي على الحوض كما كنت صاحبي في الغار استنى أدي ثانية اثنين كمان أهو ثانية اثنين في الإسلام ثانية اثنين إذ هما في الغار ثانية اثنين دخولهم المدينة وإيه ده لسه بعد ثانية اثنين في القبر ثانية اثنين وهم مع بعض عند الحوض يكونش سيدنا أبو بكر هيوقف مع النبي وهو بيشرب الناس يوم القيامة من الحوض يكونش المشهد كده نحن نروح النبي يشربنا وأبو بكر اللي بيناول النبي والله تيجي شبه حياته هو بيناول النبي كل خير في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم خليك معايا لسه عندنا كتير في قصة حياة سيد الأسوياء عبدالله بن عثمان أبو بكر الصديق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيقول أربع من كنا فيه فما عليك ما فاته من الدنيا أربع صفات لو فيك أي حاجة تفوتك بعد كده مش مهم أنت جبت أعلى حاجة عند ربنا أربع من كنا فيه فما عليك ما فاته من الدنيا حفظ أمانة صدق حديث حسن خلق عفة في طعمة يعني لقمته من حلال حفظ أمانة شوف سيدنا أبو بكر الصديق لما سيدنا عمر بن الخطاب بيعرض عليه الزواج من حفصة وده كان شيء طبيعي جدا زمان زي ما احنا قرينا في صورة القصص لما النبي ويقال إن هو سيدنا شعيب عرض على سيدنا موسى إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتيني على أن تأجرني ثمانية حجج فده كان شيء طبيعي موجود في المجتمعات زمان فلما عرض سيدنا عمر بن الخطاب على سيدنا أبو بكر مرجع لهش برد هو مش رافض سهو فيه قعدة كان قعدها مع النبي فالنبي بيقول كيف فعلت حفصة إيه أخبار حفصة بس سيدنا أبو بكر من قوة حفظه لأمانة المجلس سكت وبعدين قال لسيدنا عمر بعد ما سيدنا محمد اتقدم لسيدنا حفصة وتجوزها قال له أنا ما رجعت لكش عشان بس أنا سمعت النبي بيجيب سرتها وما كنته ليقفش سر رسول الله أيوة بس هو النبي ما قال لكش ده سر ما قال لكش أخبار حفصة إيه بس يا أبو بكر ما تقولش لحد إن أنا سألت عنها ما حصلش لكن هو أوتوماتيك أوتوماتيك لما تتبعت لك رسالة من حد هو ما قال لكش لو سمحت من فضلك بلاش تاخد منها سكرين شوت وتبعتها لفلان ومش أقول لك كده سوى بعتها لك أنت ويا سلام لو فويس نوت كمان فهم استأمنك على صوته اللي بيثبت إنه هو صاحب الكلام ده ما قال لكش لو سمحت بس خلي الفويس نوت دي ليك أنت بس وما تعمل لهاش كوبي حدش بيعمل كده لا الناس بتعمل كده بقينا بنعمل كده مع بعض من خفنا إن أكيد دي هتتبعت وشوفنا ده وفي كتير من الناس بقى وهو بيكتب الرسالة هو عارف إنه بيكتبها وهيتتاخد منها سكرين شوت وهتتبعت ومهما قلت برضو هتتبعت ومهما استأمنت برضو هتتبعت فبقى فيه شيء في بعض المجتمعات مش كل المجتمعات موجودين في الدنيا إلى يوم القيامة الخير فيه وفي أمتي إلى يوم القيامة وأصحاب الأمانة موجودين ليوم القيامة بس فيه مجتمعات كتيرة جدا بقى فيه شيء من التخوين وإحنا متفقين إحنا أصحاب وكل حاجة وقريب وكل حاجة بس إنت بالنسبة لي مش أمينة وإنت بالنسبة لي مش أمينة وسري مش هيبقى معاك أيوة بس إحنا أصحاب وبناكن لو متعيش مع بعض وبنروح وبنيجي مع بعض وبنتحك مع بعض ونشارك بعض في الأفرح والأحزان وإحنا مش مستأمنين بعض مش في أعلى درجات الأمانة وسري مش هيبقى معاك طب ليه كده؟ عشان كده من علامات يوم القيامة واقتراب الساعة أن يقال في بني فلان رجل أمين في المنطقة اللي هناك دي في حد أمين حد أمين وكمالة الحديث حتى يقال للرجل أو المرأة البني آدم يعني ما أظرفه ما ألطفه وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان ولا إيمان لمن لا أمانة له عشان كده خلي سمعتك بالتراكم أنك أنت مش بتدلدأ بالكلام ولا بتوفش سر حد ولا تروح تقول لحد بقولك يا عايزة أقولك حاجة بس خليها بني وبينك وتقوم حكيله حاجة عن حد آه أنت أقول الجملة دي لما تقول عايزة أقولك حاجة خليها بني وبينك ليك عنك لكن أقولك حاجة خليها بني وبينك ويتفاجئ الشخص ده أنك بتقوله حاجة عن حد آه إحنا هنا الشخص ده تأكد أنك أنت مش أمين ويعرف أنك أنت الموقف اللطيف اللي أنت استأمنت به إنسان على سر حد تاني أنت في اللقطة دي سقط من عينيه أنك أنت صاحب أمانة في السر ومش هيحكي لك بعد كده وبيبقى البني آدم ساعتها المستغرب هو ليه مش قريب من الناس ومش موضع سر الناس وهو محتاج ياخد باله من كلامه ياخد باله من مسألة أنه في يوم الأيام يبعث سكرينشاط لحد من حوار ضرر بينه وبين حد تاني وبعدين لا يلومن الإنسان إلا نفسه لما يعمل التصرفات دي فاخد بالك من مسألة دي ترجمة نانسي قنقر